بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة السابعة اللي خاصة بموضوع كتابة البحث العلمي المجلات العالمية الآن وصلنا إلى النقطة الثامنة بعد المحاضرة الأخيرة النقطة الثامنة هي كتابة العنوان العنوان هو المدخل إلى القراء اللي هما حيكونون مهتمين في موضوع قراءة البحث العلمي حيث أن العنوان هو حيكون أول خطوة اللي يتمكن القارئ من معرفة محتوى هذا البحث لذلك العنوان يجب أن يكون يعطي انطباع أو يعطي محتوى البحث ويعطي تحديد بالضبط للموضوع اللي أنتم مشتغلين عليه ليش نحن نقول تحديد بالضبط لأن هنا أنا في حالة أنه القارئ يريد يختار البحث طبعا أكثر الباحثين ما عندهم الوقت الكافي أنه يقرون كل البحث وهذا فتشي يعني طبيعي فلذلك هيكون عندهم نوع من نوع من الاختيارات لهذه البحث فطبعا أكيد لازم عندهم فتشي سريع هما أول ما يطلعون عليه فأول شي هيكون بالنسبة لهم هو الاطلاع على العنوان احنا طبعا تعرفون كل زين يعني الغاية من الاختيار للعنوان الصحيح هو حتى يكون القراء للبحث أكثر احنا طبعا الموضوع من تنشرون بحث معين انت تريد البنفت مالته انه يكون مفيد إلى جهات أخرى أو وبالإضافة إلى انه يكون عندك سايتيشن لهذا الموضوع يعني الناس تقرأ وتقتبس من عنده وتستخدم كرفرانس فبالتأكيد طبعا احنا شون أنا أزيد القراء لازم أول شي الموضوع اللي أنا اشتغل عليه يكون محدد بالعنوان مالتي أحدد طبيعة العمل في هذا البحث على العنوان هنا العنوان أيضا لازم تكون بمجموعة مواصفات أول شي لازم يكون واضح جدا تحاولون نهائيا ما تستخدمون بالابريفييشن اللي هي المختصرات مثل نفس الشي بالابستراكت الموضوع المحاضرة السافلة بالابستراكت عادة ما نستخدم الابريفييشن ولا حتى بالعناوين فلذلك لازم يكون العنوان واضح بدون مختصرات بدون رموز ويكون ينطي انطباع للمحتوى اللي موجود داخل المانسكريبت وعادة يكون بالنسبة لي وضع العنوان يصير نوع من المشاورات عادة بين الباحثين المشتركين في البحث حتى يوصلون إلى أفضل يعني أفضل اختيار واللي هو ينطي انطباع للعمل اللي أجريته عليه طبعا هنا ننتكلم بخصوص العمل اللي أجريته احنا على سبيل المثال اشتغلنا ثلاثة في بحث معين أربعة خمسة اثنين فكل واحد من عندنا حيقوم بجزء من العمل فلذلك حيكون هذا الشخص الاطلاع على الجزء اللي خاص بي حيكون جدا دقيق فلذلك حيصير الاتفاق على عنوان بين الباحثين جدا المهم لأن كل واحد ينطي الفكرة مالتا شون يقدر ينطي تعبير وافي لما هو قام بالعمل في هذا البحث وبالتالي يخلوه على العنوان الآن تكلمنا عن كيفية كتابة عنوان البحث خلني نأخذ أمثلة هذا كم مثال بحيث هيكون واضح بالنسبة شوف مثلا هنا الورجينال تايتل اللي هو احنا كاتبي والريفايز اللي هو معدل والتصحيحات اللي هي الكومنتز خلنا أخذ هذا الأول بريميلاري من نري observation on effect of salinity on benefit community distribution within استوريان استوريان system in the north sea طبعا هنالا من اجه يعني سوى التصحيح أو ريفايز effect of salinity on benethic distribution within the shuttle story north sea هنالا الكومنتز يقول العنوان الطويل يسبب تشويش ولازم تشيلون دائما كل الإضافات اللي هي الزائدة redundancies مثل لا تستخدمون بالعنوان studies on أو the nature of يعني هذه الكلمات اللي هي عادة أنا ما يشايف من البحوث يخلون study of كذا study of كذا طبعا هنا study بالعنوان أبدا ما محبذة وغير مقبولة لأنني مو فقط دراسة أنا قاعدة شغل research من أتكلم عن original research ما يصير أكتب study وبالعنوان مالته لازم يكون محدد ضمن موضوع معين خلن نأخذ المثال الثاني action of antibiotic on bacteria يعني الأثر antibiotic على البكترية طبعا هذا الموضوع من أجي أكتب العنوان بهذا الشكل هذا ممكن يكون يعني هو موضوع عفوا يعني title جدا عام عام إلى درجة بحيث أنه حتى ممكن أنه أكثر مما لكتاب ممكن يكون لفرع لكن لكتاب ممكن أنت تخلي عنوان عام بس مو إلى هاي الدرجة لأنه هنا من نقول end action of antibiotic on bacteria طبعا هذا موضوع جدا عام ممكن يكون فرع في مجال البيولوجي يعني بالتخصص اللي هما يشتغلون عليه فلذلك لازم يكون الموضوع العنوان مخصص ومحدد فمثلا هنا هم سوي inhibitation of growth of micro bacterium terbocoleus biospectrum septromycin اللي هو نوع من الantibiotic اللي مستخدمي بهذا البحث فتشوفون هنا الـ revive صار مختلف كليا بين العنوان العام اللي يشن خال لي وبين العنوان الدقي عادة لو تلاحظون احنا مثلا ناخذ طالب دراسات عليا نخلي له عنوان الموضوع عام لي حتى يكون عندنا مجال بالعمل اذا في حال انه ما مشل الشغل بالاتجاه اللي احنا كنا نقدر نبدل او نغير من سير البحث العلمي وهذا فتش مقبول احنا بدنا نقول انه غير مقبول بس لازم انه لجنة المناقشة لازم تغير العنوان طبعا هنا نتكلم عن تغير العنوان هو غير محبث بالنسبة لجان المناقشة ليش لمن يغير العنوان يضطرون انه ينقصون من درجة الطالب هذا موضوع جدا مهم يعني من نتحدد موضوع وتقدم بموافقة انه انت هذا الموضوع ستعمل عليه نشوف انه اذا كان خلال البحث العلمي لقينا انه مشكلة بما نقدر نغير بها سهولة الا ناخذ موافقات جديدة فلذلك انه عادة نحط مواضيع عامة وبعدي اللي جان المناقشة هي اللي الدراسات اللي المناقشات اللي صارت قبلكم هذا مثال ثالث هذا مثلا fabrication of carbon كذا هنا لو تلاحظون ب displaying تشوف مستخدم كلمة displaying optical and electrical properties via electrical spinning carbon يعني هنا داي يقول انه انا بالعنوان انه داي يوضح انه اشتغلت optical properties وال electrical properties و طريقة العمل المستخدم هي leketro spinning هنا من اتكلم عن displaying optical and electrical properties هذا ممكن اقول لكم انه شعري اذا مشيت علي المشط ممكن انه يكتسب كهربائية و حتصير عند فتصفات لذلك لازم واحد يكون محدد جدا في العنوان فنشوف انه صار العنوان بالريفايد هو leketro spinning of carbon كذا coxial nano with optical and electrical properties هنا صار محدد ليش لأن اول شي انه انه طريقة العمل او المثود مالتي جزء من عند صار اللي هو leketro spinning تحديد المادة اللي هي cds carbon cds بالاضافة الى انه الخصائص اللي اشتغلنا هي leketro optical properties هذا بالنسبة للعنوان و يعني اللي اتمنى انه بحوثكم كلها وقت اللي يتخلون العنوان تتجنبون هذه النقاط اللي داب لكم الان نتجي على selection of keywords تستخدم هي keywords او الكلمات المفتاحية لل indexing للبحث ماتك طبعا هنا بدنا نتكلم عن indexing نحن سابقا ما كان عندنا انا اتكلم الى حد الثمانينات وحتى بداية التسعينات او نهاية الثمانينات ما كان عندنا الانترنت ولا كان عندنا online search فلذلك على البحوث فلذلك كانت عندنا طريقة اللي هي نستخدم بها مجموعة من الكتب المرجعية واللي هي وحدة منهم تطيني كل العناوين ما للبحوث وبعدين من العنوان تروح على كتاب ثاني تطلع الابستراكت ومن الابستراكت تتحدد انه اذا الموضوع يفيدك او لا وتروح تنتقل بعدها تروح تجيب البحث من المجلة فكانت الطريقة هي متعبة بهذا الشكل بس كانت جميلة في وقتها شون نقدر نوصل الى البحث المعني وهناك طبعا نضطر انه نقرأ هواية حاليا الان ممكن انت فقط الموضوع اللي تريد تقدر تعمل search حتى على البيفر كامل يعني تقدر على فقرة كاملة تسوي سيرش قابل لا يعني نفطر انه اول ندور بالتايتل بعدها نروح نشوف الابسترات بمجموعة ثانية من الكتب وبعدها وراها يلا نقدر نحدد انه هذا البحث يفيدنا اولا نروح نجيب من المجلة فلذلك هي اصلا تستخدم وقسم من المجلات بعد قامت ما تستخدم الكيوورد بس لكن انت لازم تروح تشوف وتشوف انه المجلة كم كيوورد تحتاج بحيث انه تكون تقسم من المجلات تقول لك لا تحط اي كلمة من عنوان المجلة بالكيوورد ليش مثلا عندي جورنال أوف سويل بيولوجي and بايو كيمستري مجلة هاي تقول طبعا هي بهاي المجلات يعني ما يصير تحط بالكيوورد كلمة وما تحط مثلا بايولوجي ولا بايو كيمستري ليش لان هاي موجودة الكلمات وين بالعنوان فلذلك لازم تتجنب تحط كلمة بالكيوورد هي اصلا موجودة في عنوان المجلة النقطة الاخرى لا تستخدم مختصرات بالكيوورد غير شائعة يعني مثلا نشوف انه اي بي اي اه ام ام اي اه غيرها هذي مثلا ما مستخدمة او ممكن تطيء اكثر غير شائعة بالاحرى فهنان هذي ميصير استخدمها بالكيوورد كلمات مفتاحية لكن مثلا تي او سي اه اللي هي اللي خاصة بمقدار الاملاح الذائبة في الماء هذي مثلا مستخدمة شائعة ممكن استخدمها في هاي الحالة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة